من جديد حم الضنك تعود إلى تعز لتقض مضاجع المواطنين في هذه المحافظة التي انتشرت فيها خلال السنوات الأخيرة عديد من الأمراض والأوبئة ومن بينها حم الضنك الذي بات يفتك بحياة المدنيين في قرية المحاوي الواقعة بمدرية موزع غربي المحافظة حيث توفي مواطنان اثنان بعد أيام من إصابتهما بالوباء فيما سجلت نحو ثلاثمائة حالة إصابة سبعون عائلة أصيبت بحم الضنك تم نقل بعض أفرادها إلى مستشفيات المخاء وعدا لتلقي العلاج إلا أن حالتين لم تتلقى الرعاية الضبية الكاملة في المراكز الصحية بالمديرية نتيجة شحة الأدوية والمستلزمات الضبية اللازمة لمواجهة الوباء تقارير صحية أفادت نهاية العام المنصرم عن إصابة أكثر من ثمانية آلاف شخص بحمايات موسمية معظمها بحم الضنك في الوقت الذي أكد فريق الترصد الوبائي في تعز أن عدد الإصابات والوفيات مرشح للارتفاع مع عدم وجود الموارد اللازمة للتصدي للمرض ونقص الإمكانات وضعف الاهتمام من قبل الحكومة ويعد تكتس القمامة والنفايات في شوارع تعز أحد أهم الأسباب لانتشار الأمراض والأوبئة حيث يعتبر البعوض الناقل الرئيس لهذه الأمراض والذي تمثل له النفايات وبرك المياه الراكدة بيئة مناسبة للتكاثر ونقل الأمراض والأوبئة شكرا